أيدت المحكمة السعودية العليا حكماً بالسجن عشر سنوات والجلد ألف مرة بحق المدون الرائف بدوي المسجون بتهمة الإساءة للإسلام حسب ما أعلنت زوجته أنصاف حيدر وكان بدوي قد اعتقل في عام 2012 وصدر بحقه بعد عامين بالسجن عشر سنوات أو حكماً بالسجن عشر سنوات وغرام بقدر مليون ريال سعودي وألف جلدة موزع على عشرين أسبوعاً وأثارت القضية موجة استياء كما عربت الأمم المتحدة عن استنكارها للحكم